موسيقى تواصل فعاليات التدريب المصري الامريكي النجم الصاطع 2023 بمشاركة 34 دولة روسيا تصد هجمات أوكرانية على جسر القرم وواشنطن تقرر تزويد كييفا بدخائر اليورانيوم المستنفذ وفي الاقتصاد نتابع أسعار النفط العالمية ترتفع لأعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر بفعل مخاوف الامدادات تفاصيل ثانية أهلا بحضرتكم تتواصل فعاليات التدريب المصري الامريكي متعدد الأطراف النجم الصاطع 2023 ويشارك في التدريبات أكثر من ثمانية ألاف مقاتل من 34 دولة وتستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري التدريب المصري الامريكي المشترك النجم الصاطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط أكثر من ثمانية ألاف مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من الواحد والثلاثين من أغسطس وحتى الرابع عشر من سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة التدريب المصري الامريكي المشترك النجم الصاطع 2023 تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية انطلقت فعليات التدريب المصري الامريكي المشترك النجم الصاطع 2023 والذي تستمر فعلياته حتى الرابع عشر من سبتمبر بما يدين التدريب القتالي بقاعدة محمد ناجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية وذلك بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف مقاتل من تسع عشرة دولة فضلا عن مشاركة خمس عشرة دولة أخرى بصفة مراقب بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر وخلال مراسم الافتتاح القل وأركان حرب أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب مشيرا إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصاطع الذي يعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية من جانبه أعرب العميد ماثيو ريد مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن امتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصاطع 2023 مشيرا إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة متمنيا استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض احتفالا ببدء فعاليات التدريب هذا وقد شهدت الأيام الماضية تضفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادا لبدء فعاليات التدريب حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب وعدد من الإعلاميين موسيقى أعلنت وزارة الداخلية لإطلاق المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد وذلك اعتبارا من السابع من شهر سبتمبر الجاري ولمدة شهر لتوفير المستلزمات المدرسية بتخفضات تصل إلى 40% موسيقى 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 اشتركوا في القناة اكد وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه ان رعية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية تعد دعما كبيرا للفكر الوسطي على المستوى الدولي جاء ذلك خلال فعالية المؤتمر التحضيري الرابع والثلاثين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية الذي يعقد يومي التاسع والعاشر من سبتمبر الجاري تحت عنوان الفضاء الالكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة ادان المجلس العسكري في الناجر ما وصفه بتدخل الصارخ لفرنسا في الشون الداخلية لبلاد وذلك بعد تصريحات ادل بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والتي اكد في ادعمه لرئيس المعزول محمد بازوم واعتبر متحدث باسم المجلس العسكرية ان تصريحات ماكرون تهدف لعدامة المشروع الاستعماري الجديد على الشعب النيجر الذي لا يطلب سوى تقرير مصيره بنفسه على حد قوله يأتي هذا بينما استمرت المظاهرات في النيجر حيث تجمع الالاف من المتظاهرين من انصار المجلس العسكرية امام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي للمطالبة برحيل هذه القوات اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا ايكاس انها ستعقد اجتماعا ثانيا بعد غد للتركيز على التطورات في الجابون بعد سيطرة العسكريين على السلطة في الوقت نفسه اكد بريس اولي جيني جيمة قائد التحرك العسكري الذي اطاح برئيس الجابون علي بونجو انه يريد تجنب المسارع باجراء انتخابات من شأنها ان تكرر اخطاء الماضي وذلك على حد تعبيره من جانبه قال البيت الابيض الامريكي انه ما زال يسعى لحلول دملوماسية قادرة على الصمود في الجابون والنيجر واشار البيت الابيض الى ان وضع مثل هذه الحلول يهدف لضمان احترام المؤسسات الديمقراطية فردت قوات سوريا الديمقراطية حظر تجول اعتبارا من صباح اليوم ولمدة 48 ساعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها من محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا ويأتي حظر التجول بعد بقتل اكثر من 50 شخصا في اشتباكات بين وحدات كردية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية ومقاتلين تابعين لعشائر عربية واندلعت المواجهات بين الطرفين عقب انباء عن اقاف قائد مجلس دير الزور العسكرية احمد الخبيل واضحت قوات سوريا الديمقراطية ان فرد حظر التجول يهدف الى حماية حياة المدنيين وممتلكاتهم من تخريب المجموعات المسلحة المرتزقة ولمنعهم من الاختباء ضمن المدنيين قالت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ان المقاتلات الروسية اقتربت من مقاتلات F-35 الامريكية ومقاتلات اخرى تابعة للتحالف فوق سوريا بشكل غير امن وغير مهني سبع مرات خلال الشهر الماضي ونقلت وسائل اعلام امريكية عن البنتاجون قولها ان الممارسات الروسية تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة على حد تعبيره مجددا دعوة الروسية لوقف ما اسماه بالممارسات المتهورة هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الاسرائيلي مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص وخرطيم المياه في بحر مدينة غزة وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان زوارق بحرية الاحتلال اطلقت نيران اسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين غرب منطقتين السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة حيث فتحت تجاهها خرطيم المياه وحاولت اغراقها وفي الضفة الغربية المحتلة وصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اغلاق مدخل قرية برقة شرق رمالة لليوم الثاني على التوالي وفي الوقت ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة شبان من محافظة رمالة والبيرة بينهم اسير محرر اكد رئيس الصومال دكتور حسن شيخ محمود ان الجيش الوطني الصومالي والقوات المحلية بالولايات والمقاومة الشعبية سيلاحقون الخلال الارهابية في كل شبر من اراضي بلاده واشدد الرئيس الصومالي على ان الهدف من القضايا على الارهاب هو ضمان الاستقرار وعادة الخدمات الاساسية وارساء البنية التحتية للسكان المحليين واكد ان القوات المسلحة الوطنية تغلبت على العدو الارهابي المتمثل في ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين امريكيين اثنين من المسؤولين الامريكيين ان ادارة الرئيس جو بايدن سوف ترسل الى اوكرانيا لاول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المستنفذ وذكرت الوكالة انه بامكان تلقى القذائف من هذا النوع المستعدة في تدمير الدبابات الروسية وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف من المقرر الكشف عنها خلال ايام ويمكن اطلاق الذخائر من دبابات ابرامز الامريكية التي من المتوقع تسليمها لكييف خلال اسابيع ويثير استخدام قذائف اليورانيوم المستنفذ جدلا كبيرا اذ يقول المعارضون ان هناك مخاطر صحية جسيمة من ابتلاع او استنشاق غباره تشمل السرطان وتشوه الموليد لغضون ذلك قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الامن القومي بالبيت الابيض انه ليس في موقع يسمح له تأكيد تقارير حول استخدام روسيا صواريخ سارمارت الباليستية العابرة القارات واشر الى ان الولايات المتحدة شهدت تقدما ملخوظا حققته القوات الاوكرانية في الجنوب قرب منطقة زابوريجيا خلال الايام الثلاثة الماضية جاءت تصريحات كيربي في اشارة الى الانتقادات الاخيرة الهجوم الاوكراني المضاد في الصحافة الامريكية كما جاءت عاقب اعلان وكالة الفضاء الروسية ان احدث نظام صاروخي استراتيجي روسي والمسمى سارمارت دخل الخدمة القتالية وعلى الارض قالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها دمرت ثلاثة دورق اوكرانية حاولت مهاجمة الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي ومن ناحية اخرى اعلنت سلطات اقليم دونياسك مقتل طفلة واصابة ثلاثة وعشرين مدنيا في قصف اوكراني استهدف مركزا تجاريا في مدينة دونياسك واضحت السلطات ان القوات الاوكرانية استهدفت مدينة دونياسك وبروفكا وبلدات اخرى بمائة وثمانين قضيفة بما فيها قذائف عنقودية مؤكدة ان القصف الاوكراني ادى الى تضرر 35 مبنى سكنيا وخمسة مرافق للبنية التحتية المدنية ونددت سلطات اقليم دونياسك باستخدام القذائف العنقودية خلال استهدفها للمدينة في اول ايام العام الدراسي في الوقت نفسه قالت وزارة الدفاع الروسية انها اسقطت مسيرتين اوكرانيتين فوق منطقة بلغرود وهو اقليم يقع على الحدود ويشهد ايضا هجمات متكررة من قوات كييفا وفي السياق المنفصل قال حاكم منطقة كوريكسك المجاورة ان قرية الناء على الحدود تعرضت لقصف اوكراني اسفر عن صابة امرأة وارتفع عدد الهجمات الاوكرانية بالطائرات المسيرة على الاراضي الروسية في الاسابيع القليلة الماضية انه في بعض الاحيان تشن عشرات الطائرات المسيرة هجمات على روسيا دفعة واحدة تستعد سفينة شحن ثالثة لمغادرة اوكرانيا عبر ممر مؤقت مخصص للسفن المدنية من موانئ البحر الاسود الى مضيق البصفور وذلك على الرغم من التهديدات الروسية وكانت سفينة ترفع علم ليبريا محملة بعشرة الالاف من اطنان الحديد قد غادرت اوكرانيا امس بينما غادرت سفينة ثانية ترفع علم جزر امرشال وعلمت نها ايضا اكثر من مائة وسبعين طن من الحديد صدق ملك تايلاند على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سريتا تافي سين في خطوة نحو انهاء ازمة سياسية تعود لاشهر في البلاد وتضم تشكيلة الحكومية اربعة وثلاثين وزيرا بعضهم تولوا مهاما في الحكومة السابقة التي كانت تلقى معارضة واسعة بين تايلانديين وبمجب القانون التايلاندي يتعين على الحكومة الجديدة اداء قسم الولاي امام الملك واعلن سياساتها في البرلمان لتصبح عندها نافذة بالكامل اطلقت كوريا شمالية عددا من صواريخ كروز قبال تساحيلها الغربي نحو البحر الاصفر ويعد هذا الاطلاق هو الاحدث ضمن سلسلة لتجارب صاروخية اجرتها كوريا شمالية واعلن الجيش الكوري الجنوبي ان العمل جار على تحديد مواصفات الصواريخ واوضح الجيش الكوري الجنوبي انه على اقصى قدر من الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة ويأتي ذلك بعد ثلاثة ايام على اطلاق كوريا شمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في اطار محاكاة ضربة نووية تكتيكية ردا على مناورات عسكرية سنوية واسعة نطاق بين واشنسون والسول اطلقت وكالة الفضاء الهندية صاروخا لدراسة الشمس في اول مهمة من نوعها وذلك بعد نجاح هبوط الهند على سطح القبر بمركبة تشاندريان ويهدف المسبار الى دراسة الرياح الشمسية التي يمكن ان تسبب اضطرابات على الارض تحدث عادة في صورة الشفق القطبي واطلق على المسبار اسم اديتيا الوان وتأتي البعثة الشمسية بعد تفوق الهند على روسيا واخر الشهر الماضي لتصبح بذلك اول دولة تهبط على قطب الجنوبي للقمر في عالم يزداد تعداد سكانه يوما بعد يوم تؤثر فيه الزيادة السكانية على الاقتصادات وتشكل ضغطا كبيرا على المتاح من الموارد وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية بكفاءة فتزداد معها تحديات التنمية وجودة الحياة علينا الان معرفة الفرص لمجابهة هذا الخطر والاستعداد لتبني استراتيجيات فعالة ومؤثرة بهدف مشترك يضمن مستقبلا آمنا للجميع المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بمركز مؤتمرات سان تريجيس الماسة العاصمة الإدارية الجديدة نحو سكان أصحاء من عجل تنمية مستدامة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تابع رئيس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبية حيث قامت اللجنة بالاستجابة لنحو 1093 حالة تم رصدها عبر وسائل الإعلام وعبر مواقع التوصل الاجتماعي بحث الدكتور أحمد سبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة مع سفير برازيل في القاهرة تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية بين مصر والبرازيل وقد تم مناقشة توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات فيما يتعلق بأحدث التقنيات والممارسات الطبية وأيضا في مجال تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية في المجتمع والاستفادة من التجارب في نموذج الشراكة بين قطعين الحكومي والخاص في البرازيل قال وزير الموارد المائية والرعاية الدكتور هاني سويلم إن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال عدد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للتكلفات الرئاسية الخاصة بتنمية وإعمار سيناء وأشار وزير الري إلى أنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة جنس باتبارها المخطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم فضلا عن تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحسمة وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول أوضح وزير الري أنه تم تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في محافظتي شمال وجنوب سيناء كما أكدت وزيرة التضامن دكتور نيفين القباج أنه سيتم تنفيذ عدد من التدريبات لسيدات شمال سيناء لتوفير فرص عمل حقيقية لهم جاء ذلك خلال الجولة التي قامت بها لمركزي رفح والشيخ زويد يرافقهما محافظ شمال سيناء والواء محمد عبد الفضيل شوشة نتابع جولات ميدانية لوزيرة التضامن الدكتور نيفين القباج جاء في قرى مركز الشيخ زويد بشمال سيناء وحوارات مع المواطنين العائدين لتلك القرى والهدف رفعوا كفاءة المنازل وتقديم مساعدات لهم بقيمة 30 مليون جنيها يأتي هذا فيما أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب القادة السياسية لهذا الجزء الغالي من أرض مصر إن شاء الله أنتم في الأيام القادمة في العديد من السادة الوزراء أيضا بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية حييجهم ويرتقوا بيكم وإن شاء الله كل يوم لازم تحسوا أن فيه تغيير عن اليوم السابق لازم حتحسوا بهذا وأنا بوعدكم جميعا وأنتوا عارفين يعني العلاقة بيني وبينكم إن شاء الله كل يوم لازم يبقى فيه حاجة مختلفة في صالح المواطن حاجة تانية اللي أنا بأكد عليها بأكد على أن كل الناس اللي موجودة في مدينة رفح ومدينة الشيخ زويد كل حقوقهم وكل طلباتهم إن شاء الله هتكون مستجابة والدولة بتبص لها بعين الاعتبار واخد للجولة تفقدت الوزيرة قافلة لهلال الأحمر الطبية في الشيخ زويد واطمأنت على الخدمات الطبية المقدمة للأهالي في تخصصات العيون والنساء والأنف والأذن والمسالك وعكدت أن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بسيناء وأهلها وأن الوزارة تنفذ عددا من البرامج لصالح الأسرة السينوية لزيادة دخلها وتنميتها ووعدت الوزيرة الأهالي بدراسة مطالبهم كفة وتقديم الدعم المستمر لهم شريف رضوان للتلفزيون المصرية اقتصاد الثانية أهلا بكم بدأ أكثر من أربعين ألف منفذ تمويني صرف السلع التموينية وأشارت وزارة التموين إلى أنها ضخت لمخازن جملة إحدى وثلاثين سلع لصرفها المواطنين على بطاقة الدعم اتفقوا في يوم الميلاد ولم يفرج بينهما صرف السلع التموينية أيضا فهنا يأتي طارق وهشام شهريا لصرف الدعم المخصص لهم على بطاقة الدعمة بنيجي كل أول شهر بنائي بعض السلع اللي احنا بنحتاجها في البيت يعني بالنسبة للحصة بتاعتنا في بطاقة التموين بوفل يعني حوالي بقولك خمسين ستين في المية يعني من بر في حاجات كتير يعني مش حاجة واحدة يعني مش في سلع واحدة فالدعم المقرر لكل واحد منهما زجاجة زيت على كل فرد وبحد أقصى ستة كلوات من السكر وغيرها من السلع الأخرى المواطن لي زيز الزيت وكله سكر ولو في حضرتك باقي لي بياخد مقارونة بياخد جبنة بياخد خل بياخد حاجات كتير أو من دمن الواحدة وثلاثين سلع المتوفرة على منظومة التموين كل ذلك جاء بعد استعدادات تستعد لها التموين قبل كل شهر بعيام لتوفير ما يزيد عن الثلاثين سلع للمواطن للاختيار بينهما ما فيش حاجة ما نقصه سلع سلع كلها متوجدة وده المواطن لمسه بنفسه لأنه بينزل من تسعة الصبح النهاردة الجمعة أول يوم عمل الناس نازلها هي تواغل الصرفة وينزل ما ساعدتك شايف الخمس سيام الأولين بنصرف على الأهل من خمسين ستين لسبعين في المية من الترجل ده أكد توفر السلع اللي بصرفه في تلاتين يوم ممكن تصرف أكتر من سمعين في المية منه في خلال خمس سيام ده لأكد توفر السلع ولضمان وصول الدعم إلى مستحق فإن مديريات التموين تسير يوميا حملات بتم تشكيل حملات يومية على مدار اليوم عندنا في محافظة الجيزة 23 حملة يومية بسفة مستمرة على مدار اليوم تجوب جميع أحياء وشوارع محافظة الجيزة كلها أي حد عنده مشكلة بتوصل معنا على صفحة الأبقام ترفوتنا على صفحة المحافظة على الفور يتم تحويل الحملة الأقرى بمكان المشكلة ويحمي حلة وما بين هذا وذاك فإن الأرقام تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع يتخطى الستة أشهر وبعيدا عن عراب الأزمات فإن السلع التموينية تتوفر وبكميات كبيرة سلعنا وفرت لها الدولة أكتر من 37 مليار جنيه سنويا رمضان الشحات التلفزيون المصرية إلى أسواق النفط العالمية والذي ارتفعت أصعره إلى أعلى مستويتها فيما يزيد على سبعة أشهر منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين ذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات من المتوقع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا للإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة الدول المصدر البترول أوباك وحلفاؤها أوباك بلاس لدعم الأسعار صعد سعر خام برينت لنحو 91% ليصل إلى 88 دولار و49 سنة للبرميل عند التسوية وزاد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنحو 71% ليصل إلى 85 دولار و60 للبرميل إلى أوكرانيا حيث أعلنت وزارة الزراعة حصد أكثر من 33 مليون طن من المحاصيل الجديدة بما في ذلك نحو 29 مليون طن من الحبوب وأكثر من 4 ملايين طن من البذور الزيتية وذكرت الوزارة أنه تم حصاد محاصيل الحبوب والبقوليات على مساحة 6 ملايين و642 ألف هكتار وأضافت أنه تم حصاد 785 ألف وأربعمائة طن من الحبوب والبقوليات الأخرى فيما تم تسجيل أعلى إنتاجية من الحبوب والبقوليات في منطقة خلمنيتسكي قال الرئيس الصيني شيجين بينغ أن بلده ستعمق تعاونها في مجالي التجارة والخدمات والتجارة الرقمية مع دول مبادرة الحزام والطريق وأضافت شيجين بينغ خلال كلمته التي ألقاها أمام قمة التجارة العالمية ألفين ثلاثة وعشرين أن الصينة مستعدة للعمل مع جميع الدول والأطراف الأخرى لتعزيز الانفتاح والتعاون والابتكار والمشاركة في قطاع الخدمات في مسعى لوضع الاقتصاد العالمي على مصار من الانتعاش المستدامة رفعت وكالة مودز للتصنيف الاقتماني توقعتها لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام الفين ثلاثة وعشرين لكنها خفضت تقديرتها للصين في العام المقبل وقالت مودز أنها رفعت توقعتها لنمو الاقتصاد للولايات المتحدة إلى واحد وتسعة من عشر بالمئة في عام الفين ثلاثة وعشرين من واحد وواحد من عشر بالمئة في توقعات شهر مايو وأبقت الوكالة على توقعتها لنمو لعام الفين أربعة وعشرين عند واحد بالمئة قائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة ستكبح الاقتصاد وفي المقابل أشارت مودز إلى أن الصينة وتحديات نمو كبيرة ناجمة عن ضعف ثقة الشركات والمستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي واستمرار مشكلات القطاع العقري والأعمال الكبيرة للعمالة عفوا والأعمار الكبيرة للعمالة وأبقت وكالة مديزة على توقعتها لنمو اقتصاد الصين هذا العام عند خمسة بالمئة لكنها خفضت توقعتها لعام الفين أربعة وعشرين إلى أربعة بالمئة من أربعة ونصف بالمئة سابقا ختام ثانية وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عنوين تواصل فعليات تدريب المصري الأمريكي نجم الصوت ع الفين وثلاثة وعشرين بمشاركة أربعين وثلاثين دولة روسيا تصد هجمات أوكرانية على جسر القرم وواشنطن تقرر تزويد كييفا بدخائر يورانيوم المستنفذ ودائما للمزيد ماسفيرو دوت إي جي شكرا لحضرتكم شكرا لحضرتكم وفي أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة